احتضل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتندوف عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وصدى قبال كبير للعمال والمتقاعدين ووعي كبير بضرورة التوجه لتلقي اللقاح لتحقيق المناعة الجماعية العملية هذه قامت بها اتحادية العمال الجزائريين مشكورين على المبادرة تحمينا وتحمي ابنائنا وتحمي جيرانا وتحمي موحيطنا منطلب ان شاء الله الناس باش بهذا الفاكس هذا تحت اهمية كبيرة وهو حماية حماية للأهل حماية للبلاد حماية الاقتصاد حماية لكل شيء زينا باش نديرون عملية التلقيح هذه والحمد لله تمت في ظروف حسنة وفي تنظيم حسن نقول للمواطنين قائجوا يلقوا هذا مرض خاطر والتلقيح لازم لازم تحمي نحن نفوسنا وولادنا وعائلتنا الرسالة التي نوجدها المواطنين هو الحضور بكثافة لعملية التلقيح لانه السبيل الوحيد لمنع الجماعي بينما تتعى جايدة نقابة العمال لتشجيع اعضائها في الانخراط وبقوة في عملية التلقيح ارتأت امان الولائية الولايات تندوف وبالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ان تضع بصمتها في هذا البرنامج الوطني وان تدعو كافة عمال الولايات تندوف الاخراض في عملية التلقيح هذه الحملة اللي ان شاء الله رننا رفعين فيها التحدي ونأمل منها الكثير وكونها الحل الوحيد لبين ايدينا حاليا في بيئة مهما سعيد ان تتخذ من الوقاية سلاحا لازم يواكب اللقاح لتبقى اتباع تدابير الوقاية وتلقي اللقاح السبيل الانجع لحماية وسلامة صحة المواطنين